السلام عليكم معكم دكتور عبد الرحمن نصار النهاردة هنتكلم عن بعض النصائح بعد تركيب الأسنان السابقة سواء التربوش أو التربيسة اللي هي الكراون أو كبر الأسنان البردش ونتكلم كمان عن تعليمات بعد التركيب عشان نمنع أي مشاكل بعد تركيب الأسنان زي التسوس أو خلق التركيبة أو أي ألم منها قبل ما نتكلم عن النصائح هنتكلم عن إزاي بنعمل تربوش الأسنان أو التركيبات أول حاجة بالنسبة للتربوش بتكون فيه سنة أو درس موجود وتم عمل فيها مثلا حشو عصب فبالتالي بنحتاج نركب عليها تربوش عشان نحافظ على الدرس أو السنة فبيتم برد جميع أسطح الدرس من جميع الاتجاهات عشان يبقى فيه مكان للتربوش بعد كده بيتم أخذ مقاس للدرس أو المبروض وإرساله للمعمل الأسنان ويتم عمل التربوش بنفس مقاس الدرس ده بالنسبة للتربوش بالنسبة للكبري بيتم عمل الكبري بسبب وجوز سنة مفقودة قبل كده وفيه مكان فاضي مكانها فبيتم برد الدرس قبلها ودرس بعدها بيتم أخذ مقاس ليهم وعمل الكبري أو البردج في معمل الأسنان وإرساله للطبيب وهنا هيتم لازل التربوش الكراون أو الكبري البردج بوساطة الطبيب هنتكلم دلوقتي عن النصائح أو التعليمات بعد تركيب التربوش أو الكبري البردج أول نصيحة وهي أن ممنوع أول يوم الأكل على التركيبة نهائي لأن مادة اللازل بتاخد عدد ساعات معين عشان تنشف بشكل كامل فبنقول للمريض أن ممنوع الأكل أول يوم تاني يوم بيبدأ يأكل عليها عادي وبيكون عاضد أول ساعة على قطنة من أول خروجه من عيادة الأسنان تاني نصيحة معنا وهي الاهتمام أكثر بنظافة الفم لأن التركيبات السابتة بتحتاج اهتمام أكثر لأن ممكن تعمل التهاب للسة وتساوس الأسنان جنب التركيبة أول حاجة طبعا هنستخدم الفرشة والمعجون باستمرار الصبح وبالليل ويفضل قبل النوم واشرة لعدم موجود الطعام طوال فترة أثناء الليل تاني حاجة هنستخدم مضمضة كمان الصبح وبالليل وبنستخدم لمدة دقتين وبتكون مركزة وهي كمان يفضل نستخدم قبل النوم واشرة لعدم موجود بقايا الطعام أثناء الليل تالت حاجة وهي أهم استخدامه هو خط الأسنان الدنت الفلوس ويتم استخدام خط الأسنان بين التركيبة والدروس الطبعية بندخل الخط ونشده البرة وهكذا عشان نمنع تراكم الطعام بين الأسنان والتركيب لأنه بيعمل تساوس للأسنان ورقاحة الفم الكريهة وتكلمنا قبل كده عن تساوس الأسنان ورقاحة الفم الكريهة هيظر في الآي وقلت قبل كده إن استخدام الخيط أهم حاجة عشان أغلب مشاكل التركيبات السابتة وهي التهاب اللاثة بين الدروس والتركيبة وتكوين الجيوب اللاثوية وأغلب الأسنان الطبعية بتكون مساوسة عشان كده لازم نستخدم الخيط الأسنان يومياً ثالث نصيحة معنا وهي عدم الأكل الناشف أو الستيكي فود اللي هو الأكل اللازق سواء الطوفي والكراميل لأن على المدى البعيد بيضعف في التركيبة فيجيب تجنب الأكل على مكان التركيبة لأنه بينضعف مع الوقت وممكن تتخلع في أي وقت دي كانت أهم ثلاث نصائح بعد تركيب الأسنان السابتة لأن معظم مشاكل التركيبات السابتة بتكون خلعة تركيبة بعد فترة سواء قصيرة أو طويلة أو تسوس الأسنان بجوار التركيبة أو رائحة الفم الكريهة وبتكون الجيوب اللاثوية وألم بعد التركيب فلازم نهتم أكثر بنظافة أسناننا بعد التركيب وبكده وصلنا لنهاية الفيديو ما تنساش تقمع الاشتراك في القناة ولايك للفيديو سلام عليكم شكرا